اهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام كل عام وانتوا بألف خير عم بتتابعونا في برنامج بيت للكل في هذه الحلقة الخاصة والخاصة جدا من فلسطين هذه اللحظات وتحديدا من ساحة كنيسة المهد من على البلاط المقدس الذي سار عليه نبي الله عيسى عليه السلام وكنيسة المهد في خلفنا بسعدنا أيضا في هذه اللحظات نرحب بالأب إبراهيم فلتس النائب العام لحراسة الأراضي المقدسة أهلا ومرحبا فيك معنا في برنامج بيت سكر أهلا بيك وكل سنة والسالمين كل سنة والعومة العربية كلها بخير وكل الشعب العربي خير وانتوا سالمين بكرة راح يكون الليلة المقدسة الليلة المنتظرة التي يسعى ويتمنى الملايين حول العالم لأن يكونوا متواجدين هنا ولكن هناك ظروف تحكم لبعضهم وهناك أيضا عراقيل يحكمها الاحتلال بمنع الوصول لهذا المكان كيف هي الترتيبات وكيف هي تحضيرات ليوم غد؟ يوم غد يوم كبير يوم كبير جدا بيتلحموا القدس وينضموا البعض بكرة غبطة الباتريارك بيطلع من القدس من المدينة المقدسة بيطلع الساعة 11 ونص بيكون لي مع كل طبعا موكب كبير جدا مع كل طائفة القدس مع كل وجهاء الطايفة بيقوا على ماريلياس ماريلياس بيكون رئيس بلدية بيت جالا بينتظره خوري طائفة اللاتين في بيت جالا بيكون في انتظاره احنا كمان بنكون في انتظاره وعذا كبير جدا بيكون في انتظاره على ماريلياس لأن ماريلياس هي حدود مدينة بيت جالا وبعد ما يحيي الكل وبعد ما نحييه ونستقبله بينتقل من ماريلياس الى قبة رحيل في قبة رحيل بيكون رئيس بلدية بيت صحور نائب رئيس بلدية بيت لحم خوري طايفة الثلاثين في بيت لحم بينتظروا غبطة الباتريارك على قبة رحيل ومن قبة رحيل بينطلق الموكب الى صاحة المهد صاحة المهد لازم يوصل الصحة واحدة ونص هون بيكون كمان كل الناس بيكون الاف مؤلفة يعني عدد كبير جدا من الناس والاستقبال الرسمي اللي هيستقبلوه رسميا هيكون المحافظ رئيس البلدية قاد المنطقة قاد الشرطة هذلة الشخصيات الرسمية ولكن عدد كبير جدا الاف مؤلفة من الناس بكرة يعني عدد كبير من كل انحاء العالم هيكونوا موجودين في بيت لحم الساحل اللي انت شايفها اليوم هلا بكرة بتكون ما فيش مكان حد يحط رجله هناك وطبعا بيكون على الباب كنيسة المهد وبعدين بيدخل غبطة الباتريارك وكمان عندنا العشاء العشاء مع فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن وهذا انقطع من سنتين سبب الكورونا وبعد العشاء بيكون كمة الاحتفال فهذا اليوم بيكون الساعة 12 الكدس الإلهي وهذا الكدس مهم جدا مثل الكدس بيكون كنيسة سنت كاترين وهنغارة المهدى بيكون كمان قضاديس متواصلة فاحتفالات كبيرة احتفال كبير جدا يوم كبير يوم مميز العالم كلها بتتابعنا وبيت لحم بكرة بتكون محطة كل إنسان في العالم كل إنسان بيتمنى إن هو يكون موجود في بيت لحم في هذه الليلة المقدسة وثاني يوم بيكون كمان في كدس لغبطة البطريار لأهالي بتلحم لرعية بتلحم فمن يعني بكرة وبعده أيام طويلة أيام كبيرة وحافلة ولكن هذه هي بتلحم هذه هي بتلحم عاصمة الميلاد وهذه احتفالات عيد الميلاد في مهد الميلاد في عاصمة الميلاد في مدينة بيت لحم حيث ولدت سيد المسيح حيث ولدت كل إنسان مسيحي في هذا المغارة المقدسة اللي داخل هذه الكنيسة نتمنى تمشي الأمور كما هو مرتب لها وتمشي على أفضل وجه ننتقل للزميل أحمد شكري في العراق وقبل الانتقال هناك رسالة للعراق ورسالة لبغداد الحبيبة الجريحة المكلومة خلال هذه النكبات التي مرت على هذا البلد للأسف العراق وكل الدول العربية مرت بظروف صعبة والعراق مرت بظروف صعبة وما زال بيمر بظروف صعبة العراق هيكون في صلاتنا كل الأمة العربية كل الدول العربية ولكن العراق بنوع خاص فلسطين مصر الأردن كمان إنه يعم السلام ويكون فيه سلام في العراق يرجع العراق كما كان العراق القوي العراق المستقر العراق اللي هو كان جاذب كل الأمة العربية أنا مصري يعني نتذكر وإحنا صغيرين أي واحد كان بده يشتغل ويعمل كان يروح على العراق علشان يجيب يشتغل ويجيب مصاري فهذا مهم جدا العراق كان بتمنى إنه كمان يرجع العراق العراق كما كان ترجمة نانسي قنقر